اعطت تصريحاته فريق ترامب الطبي بشأن حالته الجيدة مؤشرات نيجابية وخصوصا بالنسبة لحسابات الانتخابات الرئاسية وهي باتت على الأبواب الرئيس أكد بنفسه أنه بصحة جيدة وسيتابع عمله من جناحه في مستشفى وولتر ريد العسكري فهل بددت المعطيات الأخيرة مخاوف التغييرات في جدول الحملات والمناظرات الانتخابية كيف انعكست تطوراته على أرقام إحصائيات السباق إلى البيت الأبيض نضم إلينا الآن من واشنطن مدير مشروع الديمقراطية في مركز السياسة الحزبية بي بي سي جون فورتير أهلا وسهلا بك إلى غرفة الأخبار إذن يبدو أن الأمور على ما يرام فيما يتعلق بصحة الرئيس ترامب هل تتوقع منه أن يعود ولو من المستشفى لمزاولة أعمال الحملة الانتخابية عن طريق الإنترنت حسناً أعتقد أننا سوف نشهد أيام قليلة حيث سوف نترقب مستجدات صحة الرئيس لنرى إذا ما كان سوف يكون هناك من تحسن أو من تراجع وكيفية تفاعله مع الفيروس طبعاً أنشطة الرئيس طبعاً قد تستمر هو يحب أن يعمل على حملاته الانتخابية طبعاً نحن نترقب المناظرة الثانية مع سيد بايدن وهو سيحب المشاركة في هذه المناظرة طبعاً كان هذا الخبر صدمة بالنسبة لنا ولكننا نأمل شفاءه العاجل طبعاً حصول هذا على مقرب من الانتخابات هو للمرة الأولى في تاريخ البلاد هل يعني الرئيس ترامب هنا سيعتبر مظلوم بين قوسين بسبب تعرضه لهذه الوعكة الصحية التي ستعرق الحملاته الانتخابية قبل شهر من الانتخابات هل هذا سيؤثر على رأي الناخبين برأيك؟ لا أعتقد أننا نعلم ذلك بطريق محددة لا أعتقد أننا نعلم نتائج ذلك على مستجدات الأمور أو الأمور المتعلقة بالانتخابات سمت سياسات مختلفة وأراء مختلفة البعض يعتقدون أنه لم يحسن إدارة هذه الأزمة وآخرون يرون أنه أدارها بشكل حسن من المبكر جداً أن نقرر ما إذا كانت هذه الظروف سوف تساعده أو تعرقله طبعاً نحن هو لا يرغب بذلك لكن سنرى متى سيحدث طيب هنا هل تعتقد أنه الحملة الانتخابية للديمقراطيين والحملة الانتخابية للجمهوريين تسيران الآن في ظروف متساوية متكافئة متعادلة حسناً أعتقد أن هذا أثر على حملة جو بايدن بشكل كبير أيضاً لأن المرشح لا يمكنه أن يهاجم الرئيس فيما هو مريض هذا لن يكون شيئاً جيداً وأعتقد أن الجهتين تأملان أن تكون هذه الظروف قصيرة قصيرة الأمد وأن تعود الأمور إلى طبيعتها طبعاً جو بايدن طبعاً يتصدر الإحصاءات ولكن يجب أن يتغير هذا الوضع بالنسبة للرئيس ليتمكن من إحراس تقدم نحن نقف الياء لمشاهدة ودرقب ماذا سيحدث؟ طيب استطلاعات الرأي التي تحدثت عنها الآن جو بايدن قبل المناظرة كان متقدماً لكن بعد المناظرة بعض استطلاعات الرأي أظهرت أنهم متعادلان جو بايدن وترامب برأيك الآن ما الذي يجب أن ننتظره قبل إجراء استطلاع رأي يمكن الوثوق به طالما أن الرئيس ترامب الآن مريض؟ هل ننتظر حتى عودته وشفاءه؟ أم الآن يمكن قياس استطلاع رأي ونعتبره صادق؟ حسناً أعتقد أن هذه الفترة فترة انتظار وترقب إذا ما حدث أو أجرت هذه المناظرة عند موعدها طبعاً سوف يكون هذا إنجازاً رائعاً وسوف نرى حقاً كيف هي حال الرئيس وسوف يكون له الفرصة لأن يبرهن أنه فعلاً بصحة جيدة ومستعد لاستئناف حملته الانتخابية المناظرة الثانية قد تكون إذن بهمية أكثر من ما توقعناه لأنها ستمكن الشعب من الحكم بنفسه ما رأيك في المناظرة القادمة بين نائب الرئيس بينس ونائبة الرئيس المرشح والمرشح للرئاسة كمالة هاريس هل تعتقد أنها ستؤثر بشكل كبير على استطلاعات الرأي الحالية على الوضع الحالي؟ حسناً بالعادة قد أقول لا ولكن طبعاً لأن المناظرات بين نائبي الرئيسين قد لا تكون بنفس الأهمية مثل المناظرات بين الرئيسين ولكن أو المرشحين للرئاسة ولكن في الظروف الحالية ربما هذه المناظرة تحدث في وقت يكون فيه الرئيس مريضاً وطبعاً ما نراه هو مرشحين قد يكون الأكبر سناً في تاريخ البلاد بالنسبة للمرشحين للرئاسة إذن النائبين وقدرتهما على استلام المهام قد تكون ذات أهمية أكبر هذا العام إذن نعم أعتقد أن المناظرات بين الرئيسين مهمة جداً ولكن هذه السنة المناظرات بين النواب ألدان مهمة شكراً جزيلاً لضيفي من واشنطن مدير مشروع الديمقراطية في مركز السياسة الحزبية بي بي سي جون فورتير